كلنا عارفين قصة حرب اكتوبر النهاردة بقى انا هحكيها بطريقة جديدة ومختلفة وده علشان انت تتعلم فن من فنون الاغواء وهو فن اغواء العدو استراتيجية سهلة جدا هتخليك انت حريف في اخد الحق حتى ولو كنت عايز تاخد الحق ده من شخصة اقوى منك ولو بكتير ان شاء الله حتى تكون عايز تمد ايدك علشان تجيب الحق ده من زور الديناصور الاستراتيجية اللي انا بقولك عليها دي بتعتمد على انك تشتت العدو بتاعك وتخليه مش قادر يعرف انت ناوي معاه على ايه لا يمكن هيعرف يستعدلك وده لانه مش هيكون عارف هو بيستعدل ايه انت هتخلي عدوك يشوف اللي انت عايز هو يشوفه فقط بحيث ان هو يذكرك كويس قوي بس ماهما عدوك ذكرك في الاخر برضو بنسبة 100% هيسقط وده لانه هو هيتفاجئ ان حضرتك في الاخر جبت له الامتحان من بره المنهج هو ده فن الخداع وفن التمويه وفن اغواء العدو اللي احنا مارسناه مع العدو بتاعنا في حرب 73 هحكي لكم قصة حرب اكتوبر دلوقتي بشكل مبسط بعد كده هقول لكم ايه هي الحكم اللي احنا نقدر نطلع بيها من القصة دي علشان نستفيد بيها بشكل عملي في حياتنا الشخصية والمواقف اللي بتقابلنا في الحياة كل يوم طيب التخطيط لحرب اكتوبر 73 بدأ قبلها بسنة بالزبط سنة 72 بس ليه كل الفترة دي ليه قعدنا سهنة بحلها بنمهد لحرب خلصت في ست ساعات علشان تخيل معايا كده ناس محتلاك ومسيطرة عليك تماما يا طرح هتحرك عسكري نفر واحد بس في اتجاههم ازاي من غير ما تلاقي منهم رد فعل صارم وغشيم طبعا ما تقدرش مستحيل ده هم اصلا لو كانوا عارفوا ان احنا كنا بنفكر كده بنفكر بس بنا وبين نفسنا ان احنا نويين ان احنا ننقض عليهم ما كانوش هيسكوتوا طبعا وكانو هيردوا بكل العنف والحرب دي احنا كنا هنخسرها من قبل ما تبتدي اساسا فالسنة دي الجيش فيها كان بيدبر كل حاجة تاتا تاتا وبشكل نموذجي وده علشان الصهينة ما يحسوش ان احنا اصلا نوين لهم على حاجة بحس انه لما تيجي اللحظة المناسبة نقدر ننزل عليهم بكل القوة وهم مش عاملين لنا حساب هي دي خطة الخطاع الاستراتيجي او ممكن برضو طول عليها يعني خطة انت شواجري فاهم كنا بنمهد العنصر المفاجئة يعني وده حصل على كزا مرحلة هقولوك دلوقتي على خمسة مهمين جدا منهم المرحلة الاولى اولا صباح الخير كده الدولة المصرية انشأت قناة في الراديو لا 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 مش نجوم اف ام يا حبيبي بس شبهها شوية وحياتك الدولة المصرية فعلا عملت قناة على الراديو وبتزيع اغاني بس بتزيع اغاني وطنية باللغة العبرية وابتدعو للسلام كمان علشان يعني السهين هيحفيله معنا كده ويحسوا ان احنا خلاص طبعنا معاهم يعني القناة دي لو كانت موجودة النهاردة كنا كلنا هنسمع مهرجان شلوم للفنان حم وخرطوم دي كانت المرحلة الاولى من خطة الخداع والتمويه المرحلة التانية بقى كانت حاجة عفقرية جيش مصر اعلن ان هو سرح تلاتين الف جندي مشاهم مبروك عليهم الاعفاة وقال الجيش ان التلاتين الف دول مش يكونهم عبق على القوات المسلحة قال يعني مش قادرين نصرف عليهم وده بعد الفترة الصعبة اللي كان بيمر بيها الجيش بعد ناكسة سبعة وستين كده وكده طبعا فقالوا ايه التلاتين الف دول كلهم تخن بكروش عاملين زي كده بالظبط بنائسهم يلا مشيهم ما لهمش اي تلاتين لازمة طب ايه هي الحكمة في كده ان الجيش يدي انطباع للعدو ان احنا اساسا على الله حقيقتنا ومستحيل يطلع مننا رصاصة واحدة حتى ولو في شنك كنا بالنيامهم يعني فهم ماهو لما عدوك يشوف ان انت تخلت عن تلاتين الف نفر من القوة بتاعتك فده دليل للعدو ان انت لا يمكن هتحاربوا دلوقتي تخيل معي كده لو انت كنت موجود وقتها انا شايفك على فكرة كنت ممكن عادي جدا تاخد اعفا بدل ما تروح تقولهم اصلا عندي مشاكل في اسبع رجل صغير بحيث ان انت تخلع يعني بص يا حبيبي انطلاقك الف وضم جنب اخوتك في الطمور ستة استعد يا جوندي يبقى تسريح التلاتين الف عسكاري دول دي كانت المرحلة التانية في خطة الخداع والتمويه المرحلة التالتة بقى برضو كانت حاجة في منتحة العبقرية المخابرات العامة اللفت خبر مؤسف جدا من وحي خيالها طبعا ونشرته في جميع وسائل الاعلام والخبر ده هو ان مخزون الامح في مصر الضرب وان هما كانوا محتاجين يستوردوا كميات كبيرة من الامح من بره طب الخبر ده اتزع ليه علشان السهاينة ما يشكوش في السبب الحقيقي لاستراد شحنة الامح دي مجرد معلومات خاطئة بغرض تشتيت العدو الجيش كان عايز ان هو يستورد كميات اضافية من الامح لشان يأمن احتياجات الشعب لما الحرب تقوم بس من غير العدو ما يحس ان فيه حاجة مريبة بتحصل ودي كانت المرحلة التالتة من خطة الخداع والتمويه المرحلة الرابعة بقى كتت حاجة برضو في منتهى الزكاء الجيش كان عارف ان هو لما يحارب اكيد فيه عساكر وزباط كتير جدا هيتصابوا واكيد طبعا كانوا محتاجين ان هما يجهزوا المستشفيات علشان يكونوا جاهزين ان هما يستقبلوا اكبر عدد من الناس اللي هتتصاب في الحرب بس الجيش مكانش ينفع يفضي المستشفيات كلها فجأة كده لانه في العالم العسكري دي علامة تدل على الاستعداد فالجيش بقى ساعتها عمل ايه؟ برضو ده كان دور المخابرات المخابرات سربت في ضيحة كبيرة جدا في جريدة الاهرام علشان العالم كله يشوفها ويزدعها ان فيه مايكروب مميت وقلعن من الكورونا ميت مرة ملوس المستشفيات كلها وبسبب الازمة دي بقى كانوا لازم يفضل المستشفيات كلها قبل الناس ما تتعدي وقبل المرض ده ما يبقى وبقى منتشرش كورنتين يعني تعالوا بقى نشوف المرحلة الخامسة لان دي كانت اصعب واحدة المرحلة الخامسة هي ان الجيش كان لازم يبتدي ان هو يحضر للجبهة ارض المعركة نفسها بقى يا طرق يا جماعة احنا ازاي وقتها كنا هننقل المعدات التقيلة والمستلزمات والاسلحة والدبابات من غير العدو ما يحس ان فيه حاجة مريبة بتحصل طبعا الموضوع مكانش سهل اكيد الصهاينة لو كانوا عارفين ان احنا نويين ننقل الحاجات دي والدبابات دي لسينا كانوا هيدربونا في لحظتها مش كده فايه العمل بقى؟ لا تعالوا وخد التقيلة الجيش نقل ورش السيانة بتاعت الدبابات لا ونقلها فين ده نقلها عند الخط الامامي اللي في الجبهة يعني الموقع استراتيجي واعلنت المخابرات عن فضيحة بس فضيحة ايه بجلاجل بقى؟ الدبابات عايزة سيانة والمضرعات عايزة عمرة والترسانة بتاعتنا كلها بايزة حلنا ما اعلم بيه اللي ربنا يعني مستحيل هنحارب بس الصهاينة يعني اكيد لما اعرفوا ان احنا كنا بننقل حاجات للجبهة اكيد القوا شوية فرفعوا حالة الاستعداد عندهم في الفترة من 22 لحد 25 سبتمبر وده في حد ذاته وقتها كلفهم الملايين من الدولارات مليارات دلوقتي يعني احنا خلناهم يصرفوها عالفاضي بعد كده الجيش ابتدى يدخل في الجزء التاني من خطة الخداع الاستراتيجي وده برضو حصل على كزا مرحلة هقولكو دلوقتي على اربع مراحل منهم المرحلة الاولى القوات الجوائية ابتدت انها تبع الطيرات تروح تطير عالحدود علشان العدو يحس ان فيه هجوم قوي جدا جاي عليه وبعدين فجأة الطيرات دي كلها كانت بتقوم لفة ورجعة تاني من غير ما تضرب اي حاجة شغلانة الطيرات دي استمرت اسبوعين كل يوم تروح كأنها تضرب وبعدين تلف وترجع تاني فالصحينا ادركوا ان دي ايه مجرد تدريبات وده في حد ذاته نيمهم اكتر دي كانت المرحلة الاولى من الجزء التاني في خطة الخداع الاستراتيجي المرحلة التانية بقى كت ايه فيها سنة صياعة كده السادات الله يرحمه اعلن ان هو فتح باب العمرة للزباط فالصحينا قالوا ايه استعداد ايه ونيلة ايه اللي احنا صارفين عليه دم قلبينا ده ده جيش مصر طلع اجازة والمرحلة التالتة بقى هي ان العساكر المجندين نزلوا يعموا في قناة السويس وكأنهم بيرفهوا على نفسهم احلى فنياخة واحلى ساكلانة لا دول كمان بقى كان كل واحد مساكله بتاع عصب كده بيأزأس فيه وكأنه بيحتفل ان هو خلاص خلص جيش المرحلة الرابعة هي الاخيرة تم الاعلان عن زيارة قائد القوات الجوية اللي هو كان وقتها حسن مبارك لليبيا وتم برضو الاعلان عن استقبال شخصيات ديبلوماسية عالمية في مصر في الايام المقبلة اعتقد يوم 7 اكتوبر تباين للعدو ان يوم 6 اكتوبر غالبا مش هيحصل حاجة معاد الحرب بقى كان شقل واحده فيه منتح العبقرية يوم العاشر من رمضان والساعة اثنين الدقه العساكر والزباط كانوا صايمين فالصهاينة قالوا اكيد مش هيدربونا وهم مفرهدين كده يعني وفي نفس اليوم ده بالصدفة كده يوم 6 اكتوبر والعاشر رمضان بالصدفة ده كان برضو يوم كيبور عيد يهودي وأجازة رسمية عندهم فلما جيش مصر ابتدى يدخل عليهم ويقطحم ويدرب الجيش رانهم حتت علقة جابت اجالهم ورجعت لنا سينة في 6 ساعات التخطيط للحرب والتمهيد لها ده اخد سنة و 6 ساعات بقى من تنفيذ الخطة دي جابت اجال الصهينة وطرادتهم من اراضينا وقبل ما نطردهم من بقى اراضينا ان شاء الله هو ده فن الاخواء تخلي عدوك يشوف اللي انت عايزه يشوفه فقط وتتحرك انت في الظلمة طيب خليني بقى اقولك انت ازاي تقدر تطبق الكلام ده في حياتك الشخصية انا معاي اربع نقط هتكلم فيهم بالتفاصيل النقطة الاولى مبدئيا كده اوعد خاف من حجم اي حد مهما كان الشخص ده مين ما هو يا حبيب قلبي هي لو كانت بالحجم كان زمان الفيل هو اللي ملك الغابة القوة الحقيقية مش بالدراع ولكنها بالذكاء هي ده الطريقة لتصطد بها الاسود نيمه الاول وبعدين يرميله المصيادة وهو مش هياخد باله ان انت استطدته وهو ايه في سبع نومة بقى بيقولوا ان اخد الحق حرفة فلو عايز تاخد حقك يبقى لازم تضرب ضربة معلم والمعلم فهو معلم بذكاءه مش بامكانياته فالعب يا باشا في الظلمة مش في النور علشان لما يجي وقت للفعل بتاعك عدوك مش هيلحق يطلع بقى اي رد فعل لان انت طمنته وخليته ما يبقاش عارف اصلا ان هو كان المفروض يعمل لك حساب النقطة التانية علشان تشتت اللي قدامك فانت لازم تكون فاهم ان هو هيكون مرأبك وامرأب تصرفاتك فاديله معلومات خاطئة يدرسك بيها لحد ما تفاجأ ان الامتحان اساسا جاي من بره المنهج تحفظ على نيتك وما تعرفش العدو بتاعك ان تناوي معاه على ايه؟ لازم بتصرفاتك تضلله وتشتته وتغوي ان هو يمشي في الطريق الشمال وده يعني علشان انت تعرف تطلع له من الناحية الليمين وتغزه في ظهره وهو مش شايفك علشان تعمل كده انت لازم تمارس فن الصمت والصمت ده مش مقصود بيه هنا ان حضرتك تقعد ساكت اكيد لا اعني ولكن المقصود بيه هو ان انت تسمعهم الكلام اللي انت عايزهم يسمعوه بحيث ان انت تمشيهم في الطريق الغلط وطبعا نيتك الاساسية دي حاجة انت هتخليها سر بينك وبين نفسك علشان الخطة بتاعتك ما تتحرقش سمع الناس الكلام اللي انت عايزهم يسمعوه وخليهم يشوفوا اللي انت عايزهم يشوفوه علشان في الاخر يطلع منهم رد الفعل اللي انت متوقعه انت كده بقيت متحكم في ردود افعالهم اللي مش هيبقى لها اي علاقة بالفعل اللي انت بتحضر له لكن لو انت روحت الواحد وانت متعصب وقلت له انا النهاردة اجيبكم من بيتكو الساعة سبعة بالليل لو راجل استناني هناك انت كده حرقت خطتك خلاص هيحط الحراسة تحت بيته وهيلم اهل المنطقة كلهم وقابلني لو عارفت تهوى بناحيته بس لو انت مقلت له اي حاجة يا بشا لو عايزت روح له من الساعة ستة ونص هتروح عادي جدا وهتعمل اللي انت عايزه اكيد طبعا ده مسال انا مش بقاومك عن عنف انا بشرح لك الفكرة طول ما عدوك مش عارف انت ناويت هاجمه ازاي يبقى هو مش هيعرف يدفع عن نفسه ازاي النقطة التالتة وانت قوي لازم تدي انتباع ان انت ضعيف كده العدو طبعا هيتطمن ومش هيعمل لك حساب وده بيخلي عنصر المفاجأة في جيبك طول ما هو متطمن لك وحاسس بنفسه وفي نفس الوقت طول ما هو حاسس ان انت غالبان الغرور هيعميه تماما هيدخل ينام بالليل وحضرتك بقى هتقدر تتحرك في الضلمة اما بقى لو انت كنت ضعيف فانت لازم تعمل العكس لازم تدي انتباع للعدو ان انت في زروة قوتك وان انت جبل جبل ما يهزك ريح ساعتها هو هيقلق منك وهيعملك حساب وقبل ما يجي عليك هيفكر مئة مرة وده لان هو في مخيلته بقى هيبقى عنده اعتقاد ان انت مش سهل هيبقى حاسس ان انت مكار مكار بتحاول تستدرجه علشان يبلع الطعم ويرشق في المسيادة وده مع ان الحقيقة هي ان حضرتك اساسا على اللحكايتك لا في طعم ولا حتى فيه مسيادة بس فيه زكاء انت اللي مارست فن الخداع والتمويه واجبرته على التراجع فأمنت نفسك منه الغموض يا جماعة الغموض سلاح جبار طول ما اللي قدامك مش قادر يعرف انت ناوي معاه على ايه يبقى لا يمكن هيعرف يجاهز نفسه علشان يستعد لك فاتصرف تصرفات متنقدة وخلي اللي قدامك ما يبقاش قادر يعرف راسه من رجله بسببك زي السباق بتاع القرنب والسلحفة كده بالظبط لو عايز تسبق اللي اسرع منك او تنتصر على اللقوة منك يبقى طمعه في الفزلكة سيبه ايد فزلك براحته كده هتقدر تجيب فيه جول النقطة الرابعة والاخيرة ارسل اشارات متعددة الى جانب تحفظك على نيتك ده ميكس قوي جدا حتة ميكس بس ايه هيفتح لك سكك كتير قوي الناس للأسف يا جماعة وحطوا تحت للأسف دي مليون خط أحمر الناس للأسف مش بتركز مع الشخص الصريح لانه هو مقري مقري زي الكتاب المفتوح بالظبط ولكن طول ما اللي قدامك مش عارف ازاي يقراك هيحاول يقراك يعني مثلا طول ما اللي قدامك مش قادر يعرف انت بتحبه ولا لا وطول ما هو مش قادر يعرف انت عايز ترتبط به ولا لا ده تلقائيا بيخليه يركز معاك لان حطرتك بتملح افكاره يعني هو ممكن ينجزب لك عادي جدا من كتر ما بيفكر فيك وهو صحي وهو نايم ده سر من اسرار الاخوات بس طول ما اللي قدامك عارف ان انت بتحبه خلاص انت في جيبه هو هيركنك على الرف لانه متطمن ان انت موجود ووقت ما يعوزك بقى ساعتها يطلعك بصوا يا جماعة الانسان الانسان نفسه في الحاجة اللي مش عنده فبدل ما تحط نفسك في جيب حد خليهم هما اللي يكونوا عايزين يحطوك في جيبهم فاهمت الفرق ولا لا فن الاغواء الحقيقي هو فن الخداع والتمويه والتشتيت والغمود هي ده الكوة الحقيقية فخليك انت الشاطر اللي هيدحك في الاخر طيب بفكرك تيني قبل ما نقفل انت دلوقتي تقدر تحجز معايا معايد على زوم علشان تستشرني في اي حاجة تخصك كل اللي انت محتاج تعمله هو انك تدخل عندي الانستجرام اعمل لي فالو وبعت لي رسالة هناك وانت هتلاقي اني ببعتلك كل التفاصيل انتو مش لوحدكو وانا مش هسيبكو ما تخافش وما تخفيش اعمل لي فالو على فيسبوك وانستجرام علشان تشارك في الاسك اللي انا بعمله مرة كل اسبوع وعلشان نسهل التواصل مع بعض ولو دي اول مرة حضرتك او حضرتك تشرفوني فيها اهلا بيكو يا جماعة انتو كلكو على راسي والله العظيم هدي اذنكو اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان تكونوا اول شخص يشوف الحلقة الجاية لما تنزل ان شاء الله وتقولولي على رأيكم فيها على طول وبكده خلصة الحلقة النهاردة اشوفكم ان شاء الله يوم الاتنين اللي جاي توتا توتا خلصة الحدوتة محمد فارس سلام عليكم